القصيدة في بغداد بألف ليلة وليلة هنا ترتوي بحور الشعر من ضفاف دجلة ويقف المتنبي مرحبا بشعراء برلين وباريس في سوق الشعر الدولي بنسخته الثالثة المقامة في حدائق القشلة أسو دواب ولكن لا نيوب لهم أسو دواب ولكن لا نيوب لهم إلا الأسنة والهندية القلوب تحدو بهم أوجيات مضمرة مثل السراحين في أعناقها سوق الشعر الدولي والذي يبدأ في كانون الأول من كل عام يعنى بالشعر وبيع النتاجات الأدبية على غرار سوقي عكاظ والمربد لكنه يفتح الأبواب للشعر الألماني والفرنسي فقط سوق الشعر مشروع مشترك بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار والسفارة الفرنسية والسفارة الألمانية هذه نسخته الثالثة هو عبارة عن قراءة لأشعار عراقية عربية فرنسية ألمانية يحضر فيها جمهور محب للشعر وهو نشاط مهم مع السفارتين نشاط ثقافي مع السفارة الفرنسية والسفارة الألمانية على أنغام عراقية افتتح المهرجان امتزجت فيه الفلسفة والسخرية للشاعرين الألماني غوتا والفرنسي ظلتير ضمن إطار ثقافي مشترك بين الدول الثلاثي المنظمة له بالإضافة إلى أنه هي مهمتنا في دارة العلاقات الثقافية هي مدد جسور وتأسع يعني توطيد هذه الأواصل لكن ما تبقى بالكواليس الحكومية والكواليس الرسمية هذا هدف كبير بالنسبة لنا أن تتاح الفرصة لكل معني بمجال من مجالات الفنون والآداء أن يكون هو رسول للثقافة العراقية وبالتالي أيضا هو كان راح يكون من معني بالتواصل المباشر نحن نفتح الجسور ونوفر لها الرعاية والمطلوبة بالأيام بالأسابيع القليلة الماضية كان ثلاث شاعرات من العراق شاركوا فعليا بسوق الشعر بباريس إذا كانت الموسيقى هي اللغة التي يفهمها العالم فالشعر هوية تعبر عن ثقافة كل شعب وهنا في بغداد التقى الأمراني في أمسية حضارية ومن موقع تراثي في قلب العاصمة أحمد مؤيد يو تي في بغداد